عودة لعشة الصحف الأهلي أهلا بكل حضراتكم من جديد تعالوا بقى نعرف آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة من خلال زملتنا العزيزة مريم ساميح المتواجدة حاليا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة يا مريم صباح الفل عليك وأهلا بك تفضلي صباح عليك يا كريم وصباح لكل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة جولة بداية الأسبوع من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بقى الفريل الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى خلينا طبعا البداية والفريل الأول لكرة القدم اللي خلاص يعني إن شاء الله بكرة هيسافر إلى النمسا للدخول بقى في المعسكر الخاص بي استعدادا للموسم الجديد خليني الأول بس يعني أستعرض الميران الخاص بأمس وأول أمس وكمان الميران الخاص بي اليوم إن شاء الله النهاردة هيستقنى في الميران في تمام الساعة السادسة مساء زي مبارح بالزبط كان المران بدأ فيه تمام الساعة السادسة مساء خلينا نقول أن يعني عودة الفريق مرة أخرى عقب الأجازة المطولة اللي كانت لمدة 21 يوم عقب الانتهاء من الموسم الاستثنائي طبعا اللي حقق في النادي الأهلي خماسية أهلوية طبعا زي ما احنا تابعنا على مدار الموسم الماضي وكان موسم الحقيقة استثنائي وناجح جدا الحقيقة أن كان فيه أجازة لمدة 21 يوم بعدها عاد الفريق مرة أخرى تحديدا يوم الخميس الماضي للمران مرة أخرى والتدريبات الجامعية مرة أخرى خلينا نقول أن يوم الخميس كان مران يعني يمكن خفيف وكان فيه تقسيمة يمكن صغيرة فيه يعني نهاية المران كمان يمكن بعديها بقى وتحديدا المران الخاص بأول أمس يعني الجمعة كان خاص برفع القياسات البدنية والرياضية لكل اللاعبين والحقيقة طبعا لازم يكون فيه رفع قياسات خاصة بعد هذه الأجازة المطولة اللي امتدت لما يقرب من 3 أسابيع فعلشان كده كان فيه يمكن رفع قياسات بدنية وكان يعني يمكن استمرت عدد ساعات كبير جدا لكل اللاعب الموجودين في الفريق من الساعة الثمانة صباحا يمكن لحد ما يقرب من الساعة الثالثة عصرا وبعدها بقى كان مران الأمس الحقيقة اللي شهد يعني يمكن بقى تدريبات بدنية ولكن الحقيقة مخفافة طبعا يا كريم زي ما احنا عارفين لسه يمكن الحمل البدني هيبتدي يترفع يعني يمكن يوم بعد يوم أو فترة بعد فترة خاصة أن يعني يمكن بعد العودة من الإجازات المطولة بيبقى الحمل البدني خفيف بعد كده بيتم تزويد الحمل البدني بقى يمكن على مدار الأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد وتحديدا داخل المعسكر اللي هيكون في النمسا خلينا نتكلم أكتر عن مران الأمس طبعا شهد يعني عودة عدد من المعارين وتحديدا كريم ندفت العائد من نادي فيوتشر وأيضا صلاح محسن العائد من نادي سراميكا كليباترا وأيضا بقى اندمام العيبة الجداد أو تحديدا الصفقات الجديدة ريدا سليم طبعا وإمام عشور يعني شهد وجودهم في التمرينات وخلينا كمان يعني نطمئن كل جماهير النيدي الأهلي في كل مكان عن الإصابات يمكن طهر محمد طهر كان بيعاني من التواء في الكاحل ولكن حقيقة أنه هو كان موجود في مران الأمس وكمان هيكون موجود في المعسكر كمان اللي هيسفره بكرة إن شاء الله وأيضا ياسر إبراهيم يعني يمكن كان برضو بيعاني من إصابة خفيفة في الرجل برضو كان موجود في التمرينات ولكن خلينا نقول بقى أن بعد النهاردة وبعد مران اليوم اللي هيكون فيه تمام الساعة السادسة مساء خلاص ده هيكون آخر مران هنا في القاهرة بعد كده بقى هيكون فيه السفر بكرة إن شاء الله في الصباح الباكر إلى النمسا يعني تحديدا ومش هيكون فيه مران قبل هذا السفر هيكون السفر مباشرة إلى النمسا وهيستمر بقى يعني يمكن هذا المعسكر من يوم 28 أو من غدا تحديدا إلى يوم 6 سبتمبر ده استعدادا للموسم الجديد وخلينا نقول كمان يعني يا كريم أن كابتن خالب بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي سافر هو طبعا وسامير عدلي المدير الإداري للفريق يمكن خلال الأيام القليلة الماضية للنمسا يعني يمكن كانوا انتهوا من كل التجهيزات بهذا المعسكر خاصة بقى يعني وسائل الانتقال الخاصة بقى اللعيبة وأيضا يعني الملاعب الخاصة وكل يعني كمان مكان المبيت اللي هيكونوا فيه يمكن انتهوا من كل التجهيزات علشان يكون المعسكر على أكمل وجهه ويعني بقى يمكن يكون فتحة خير على الموسم الجديد زي الموسم الماضي اللي كان طبعا كله نجاحات كبيرة جدا ده طبعا بالنسبة للفريق الأول لقرة القدم وأيضا فيما يتعلق بالفريق الأول لقرة القدم طبعا يعني أرسل النادي الأهلي خطاب للتحاد المصري لقرة القدم فيما يتعلق بانضمام اللعيبة الدوليين الخاصة بالنادي الأهلي لأكيد طبعا معسكر المنتخب المصري بعد ضمان التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية والحقيقة يعني يمكن بغض النظر عن مباراة المنتخب المصري اللي هتقام يوم 8 من سبتمبر المقبر أمام نظيره الإثيوبي وبعد كده هيكون فيه مباراة أخرى ودية يوم 12 من سبتمبر المقبل يمكن حقيقة النادي الأهلي طلب من طبعا يعني اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني عدم ضم اللعيبة الدوليين يعني لنهائي النادي الأهلي علشان هيكون فيه مباراة أهمة جدا يوم 15 من سبتمبر المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي وطبعا يعني هي مباراة مصرية أهمة جدا وعلشان كده يمكن نادي الأهلي طلب في هذا الخطاب إعفاء اللعيبة الدوليين بالنادي الأهلي من أنهم ينضموا في الفترة من 4 حتى 12 من سبتمبر المقبل لمعسكر المنتخب ويمكن كمان نادي الأهلي فيه خطابه وإن دايما يعني نادي الأهلي بيدعم المنتخبات في كل طبعا المحافل أو المباراة الهمة وكمان يعني البطولات الهمة على مدار السنوات الماضية فعلشان كده طلب إعفاء اللعيبة الدوليين من هذه المباريات وتحديدا في الفترة زي ما أنا قلت من 4 حتى 12 سبتمبر وكمان يمكن ذكر النادي الأهلي فيه خطابه يمكن كمان أمم إفريقيا 2022 اللي كانت فيه فبراير وكان في نفس التوقيت بيخود النادي الأهلي طبعا أكيد يعني بطولة كأس العالم للأندية وسعيتها طبعا النادي الأهلي فضل مصلحة المنتخب المصري على النادي الأهلي وقتها وكمان كان فيه انضمام للعيبة الدوليين الخاصين بالنادي الأهلي لمعسكر المنتخب طبعا يعني في انتظار رد الاتحاد المصري والمنتخب طبعا الوطني على هذا الخطاب وإن شاء الله نأمل أن يكون فيه إعفاء للدوليين طبعا علشان المباراة الهمة الخاصة اللي هتكون يوم 15 من سبتمبر المقبل أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي خلينا بقى يا كريم ننتقل لقطاع الناشئين ويمكن اتحاد المصري لقرة القدم أرسل خطاب للنادي الأهلي بيحدد فيه موعيد مباريات بقى بطولات الجمهورية واللي بيشارك فيه النادي الأهلي بمواليد طبعا أو فرق مواليد 2003, 2005, 2007, 2008 وكمان 2009 خلينا نستعرض معاك يا كريم ولكل السادة المشاهدين طبعا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تحديدا موعيد هذه المباريات في بطولات الجمهورية 2003 طبعا هيبدأ أمام بلدية المحلة يوم 3 سبتمبر وبعد كده هيكون فيه مواجهة أمام الزمالك يوم 3 ديسمبر في الجولة 14 أما بالنسبة بقى لفريق 2005 طبعا هيقابل أيضا بلدية المحلة يوم 5 سبتمبر وإزا مالك يوم 12 ديسمبر في الجولة 15 أما بالنسبة بقى لمواليد 2007 هيكون فيه مواجهة أمام فاركو يوم 7 سبتمبر وبعد كده هيواجه نادي الزمالك يوم 4 يناير في الجولة 18 أما بالنسبة بقى لفريق مواليد 2008 هيقابل لفينة يوم 9 سبتمبر وبعد كده الزمالك يوم 18 نوفمبر في الجولة 11 وأخيرا بقى يعني يمكننا فريق مواليد 2009 هيقابل نادي زاد يوم 8 سبتمبر وبعد كده هيكون لي مواجهة أمام الزمالك يوم 20 أكتوبر في الجولة السبعة ده فيما يخص قطاع الناشئين خلينا بقى ننتقل للفرق الرياضية الأخرى وتحديدا يعني فريق الطيرة يمكن منتخب الوطني للكرة الطيرة استدعى خماسي أهلاوي للانضمام لصفوف المنتخب ده طبعا لبطولة أمم إفريقيا اللي هتكون مقاومة هنا في القاهرة وتحديدا عايزة أقول بقى الخماسي الأهلاوي اللي هيكون موجود في صفوف المنتخب لدعم يعني صفوف الفرعنة في هذه البطولة الهمة جدا يمكن طبعا على رأسهم أحمد صلاح وعبد الرحمن سعودي ومحمد عصران محمد رمضان وأخيرا حسام يوسف ده طبعا فيما يخص الفرق الرياضية الأخرى خلينا بقى يعني نهاية كده يا كريم ننوه لكل سيدة المشاهدين خلاص يعني بيتبقى أيام قليلة جدا وهيتم رفع طبعا قيمة عضوية النادي الأهلي للاشتراك في النادي الأهلي سواء طبعا يعني الشيخ زايد أو التجمع الخامس فخلاص يعني يمكن من بدءا من 1 سبتمبر هيتم رفع قيمة العضوية فعشان كده يمكن اللي عايز يلحق بقى خلال اليومين المتبقيين دول يلحق أن هو يشارك أو يكون واحد من عائلة النادي الأهلي قبل يعني رفع قيمة العضوية يوم 1 من سبتمبر المقبل طبعا دي كانت كل الأخبار المتعلقة بقى الفريل الأول لقرة القدم والفرق الرياضية الأخرى وقطع الناشئين وأيضا طبعا يعني العضويات والاشتراكات الجديدة بشكرك جدا يا كريم العودة لك مرة أخرى من اللي يشكر التاني يا مريم دانت يعني من شكرك شكر جزيل على هذه التغطية الوافية والكافية كان عادة ما فيش جديد دال معتاد منكم وكل زميلاتنا طبعا يعني في النادي الأهلي مشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التغطية والحقيقة التنويه اللي قالته كمان في جوز الأخير من تغطيتها في منطقة الأهمية للناس اللي لسه بتفكر وبتحسبها وبتقلب الفكرة في دماغها لا ما فيش وقت قوي يعني اللي من حضراتكم فعلا حابب ان هو يشترك ان شاء الله في النادي الأهلي سواء الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة التجمع الخامس زي ما سمعنا من مريم ما فيش كلها ساعات والوضع هيختلف بعد كده